اهلا بكم اصدقائنا بحلقة جديدة من برنامج العيادة النهاردة هنجاوب على سؤال كم الوزن والطولة المناسب في عمره 15 سنة للبنات ولكن قبل الدخول في محتوى الحلقة لا تنسوا دعمنا بالاشتراك بالقناة والاعجاب بالحلقة اهلا بكم والسؤال هو انا مراهقة ابلغ من العمر 15 سنة فكم الوزن والطولة المناسب في هذا العمر والاجابة هي بالاعتماد على مؤشر قتلة الجسم فان معدل الطولة المناسب لعمرك يتروح بين 160 الى 162.5 سنتي اما الوزن فيتروح بين 47.6 الى 52 كيلو جرام واذا وجدتي ان وزنك غير مناسب سواء بالزيادة او النقصان فمن الممكن ان تعتمدي على طريقة صحية ليوصل الى الوزن المثالي وذلك من خلال التالي اولا التغذية الجيدة بتناول الاكل الصحي والابتعاد عن المأكلات الجاهزة والاغذية المليئة بالدهون ثانيا القيام بالرياضة بشكل يومي للحصول على جسم ملائم كما ترغبي اما من ناحية الطول فلا يوجد حجوب صحرية او رياضة معينة لزيادة او نقصان الطول لان العوامل الجينية تلعب دورا مهما في ذلك ولكن قد تساعد تمرين الاطالة مع الغذاء الصحي على زيادة الطول قليلا وبالنسبة لسؤال متى هتوقف الطول عند الفتيات فالاجابة هي للزيادة في الطول عند الفتيات نمط معين حيث يزداد النمو لديهم بشكل واضح خلال فترة الطفولة ثم يزداد بشكل كبير في مرحلة البلوغ وتصل الفتيات بالعادة لطولهم الكامل بعد عمر 14 او 15 عام اي بعد البلوغ بعام او عامين تقريبا وفي الحقيقة يعتمد معدل النمو بشكل كبير على العوامل الوراثية اي انه ان كان الوالد او الوالدة طويلان فمن المرجح ان تكوني مثلهما ولكن ان كان طولك لا يتناسب مع طول والديك انصحك بمراجعة الطبيب للتأكد من عدم وجود مشكلة صحية تؤثر على نمط النمو لديك وفي نهاية حلقاتنا نتمنى لكم اللي هو بالصحة والعافية ولا تنسوا اشتراك بالقناة ولا اعجاب بالحلقة وتركوا رأيكم في التعليقات